اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك وبما حمدت به نفسك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة ونعوذ بك اللهم من سخطك ومن النار إلهنا إن ثقتنا بك وإن ألهتنا الغفلات وإن رجاءنا في رحمتك لا في أعمالنا وإن أبعدتنا العثرات اللهم لا نبارح بابك ولا نفارق أعتابك لا غنى لنا طرفة عين عنك اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم اغفر لنا عمدنا وخطأنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمِّر أعداء الدين اللهم اجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة محفوظة مكلوؤة اللهم اجعلها آمنة مستقرة يا رب العالمين اللهم إنها مهوى أفئدة المؤمنين ومأرز الإيمان نسألك اللهم أن تحفظها وأن تحفظ لها دينها وأمنها وإيمانها وعقيدتها أولاة أمرها وعلماءها وصغارها وكبارها شيبها وشبابها اللهم إنا نسألك أن تحفظ أخلاقها وقيمها ومقدساتها وجنودها وحدودها يا رب العالمين اللهم وفِّق إمامنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده لما تحب وترضى وخُذ بناصيتهما للبر والتقوى اللهم اجعل في أعمالهما الخير والبركة والسداد ووفِّقهما لما فيه خير العباد والبلاد يا ذا الجلال والإكرام اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة وهذا جهدنا وعليك التُكلان وهذا عملنا ومنك التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على سيِّدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر شكراً للمشاهدة